بعمركم اسمعتوا عن متلازمة الطلب المسبق؟ هاي شغلي بتصير عند كتير يوتيوبرز انه المتابعينه ببلشوا يلحوا عليه ويطلبوا منه فيديو معين او لعبة معينة لحتى ينزل عنها بس هو بكل بساطة ما انو مهتم فيه مع كثرة الطلب هذا من المتابعين بقرر اليوتيوبر اخيرا يستسلم وينزل الفيديو هذا لحتى يرضي متابعينه متوقعا يعني انه راح يحصل على الترحيب من الجميع والمشاهدات الخارقة لكنه بينصدم انه بعد كل هالتأخير متابعينه فقدوا الاهتمام بالموضوع هذا بل وشافوه عند ناس كتير غيره وبيتفاجأ انه الفيديو مشاهداته كتير سيئة بس انا متأكد انه امتلازمت الطلب المسبق هاي ما راح تصير مع فيديو مراجعة كولد وورس لانه يعني انت راح تتفرجوا وتدعموني وتنشروا الفيديو للناس كلها ويوصل الترين اخراس وبلش المراجعة ها؟ ما سمعت عمقول اخراس وبلش المراجعة ها طيب طيب صليعنا بيلا يلا مبلش الفيديو السلام عليكم يسعد لمساكن جميعا احداث اصدارات سلسلة بلاك اوبس العريقة من كولوف دوتي اللي لطالما كانت المفضلة عندي من بين كل الاجزاء رح اسم المراجعة هاي الى ثلاث اقسام رئيسية قصة ومالتي بلاير وزومبي ورح حط لكم توقيت لكل وحدة فيهم بحيث لو حابين تعملوا سكيب لشي جزئي معين نبلش مع القصة اللي بتخوضه احداثه مع عميل اسمه بيل برافق عملاء اخرين من الاستخبارات الامريكية بهدف البحث عن شخص اسمه بيرسيوس بفترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وكتير الدول تاني عام 1981 قصة اللعبة عموما حلوة كان فيها نظرة فلسفية شوي للمجندين وكيفية التعامل معن من قبل القادي مع نظرة على الحرب السياسية والقزارة اللي بتصير داخلها من قبل الطرفين مع سرد جيد لاحداث القصة بمشاهد سينمائي خالعة الجودي عن رغم من كترة الاشياء اللي لازم تقراها والدلائل ببداية كل مرحلة اللي بصراحة لقيت نفسي عم بفقد الاهتمام فيها وعم بتجهل بشكل كامل مع مرور الوقت لكن الشي الجديد فعلا بقصتنا هون كانت الخيارات بحيث انه اللعبة عم تعطي اللاعب الخيار باكتر من مرة لحتى يتخذ القرار ببداية اللعبة كان فيه وهم اختيار مزعج بحيث انك شو ما اخترت اللعبة رح تمشي بسيناريو معين وهون مباشرة اعتقدت انه الخيارات ليست الا وهم فحسب قبل ما كمل واكتشف انه وبشكل مفاجئ الخيارات عم تأثر بشكل ملحوظ على القصة بشخصياتها ونهاياتها شغلي مبهرة بصراحة ابدا ما كنت متوقع شوفها بلعبي مثل لانه اسلوب تصميمه لطور القصة بشكل كامل اخد توجه جديد بعمرنا ما شفناه باجزاء السلسلي بحيث انه صار عندك مهام جانبية فينك تنفزها صار عندك المزيد من التفاعل القصصي بعيدا عن مجرد ضرب الرصاص بل انه في جزئي كاملي بيطلبوا منك تغتال شخص معين وبيعطوك اكتر من طريقة لحتى تغتالوا فيها وتختار من بيناتهم التنوع باساليب اللعب مبهر حقيقة وباعتقد هذا اكبر تنوع شهدته بلاكابس بكل اطوار قصتها آفة العاب الشوتر اصلا هي اعتمادة على اسلوب واحد بيتكرر دائما وليش حتى نروح لبعيد بلاكابس نفسه باخر جزء كان فيه طور قصة اللي هو الجزء الثالث كان من اكتر الاشياء المحبطة فيه هو تكراره لكن مع كولد وور الموضوع اختلف والمتعة اصبحت مضمونة باغلب الاحيان مع اساليب متجددي وبيئات لعب جميلي جدا المستوى التقني مبهر خصوصا لما بتشوف انه لعبتنا شغالي على 4K 60 فريم مع ري تريسنج على الجيل الجديد الشيء هذا قد يكون سهل حقيقة لكن لما بتشوف مستوى التفاصيل الموجودة بعالمه والانيميشن الممتاز للشخصيات وحركات شفائفهم اثناء اللعب الشيء خلاني انبهر من المستوى التقني المحترم الموجودهون بشكل عام طور القصة كان مفاجأة سارة بالنسبة اليه فيه فيبز من وولفنشتاين باجواءه وعالمه مع تجسيد رائع لحقبة الحرب الباردي بجرافيكس ثوري بصراحة ومظهر عام مثير للعين يا رجل في احيان كنت ما بدي شيل عيني من هالاماكن من كتر ما انا مستمتع فيها مع اضافتهم للمزيد من الاشياء المنعشة للطور هذا خلت تجربتي معه عموما جدا جدا مسلية خلصتوا بيوم واحد من الحماس ولو اقتصرت مراجعته بس على طور القصة لكن تنزلت لكم ياها من 14 نوفمبر لكن مشكلة الكولد وور بالنسبة اليه تكمن بشكل كامل بطور الانلاين ملتي بلاير وشو بدي احكي يا جماعة اونلاين كولد وور قد يكون اغرب شي شفتوا بحياتي مدري ليش ما قدرت اهضمه او ما قدرت ابلعه من الاساس هو السبب الحقيقي بتأخير المراجعة لو كنتوا عم تتساءلوا هاني في شي بالاونلاين كان دائما يمنعني من اني استمتع فيه ما بكزب عليكم لحد الان ما بعرف شو هو بالزبط بس فيني خمن اولا تصميم الخرائط ما بعرف انتو شو رأيكن بس بالنسبة اليه هذا اسوأ جزء من كولوف دوتي من ناحية تصميم الخرائط قد تكون نظر تقيلن بالالفة مختلفة كون التجربة اقصر بس بعد تجربة مطولة لأ فين اأكد لكن اني ماني غلطان شغلي لاحصت بالمابات هي اسلوب توزيع الالوان والاضاءة فعلا سيئة يا جماعة ويا لطيف قديش كنت امشي هيكي وفجأة موت واكتشف انه اللي قتلني حرفيا واقف قدامي بس ما انتبهت له لانه لونه من لون المكان وللاسف انه اللاعبين عم ياخدوا ادفانتج من هالشغلي هان بالنوكتاون تحديدا كنت لقي كتير لاعبين لابسين نفس الفزاعات هدول اللي واقفين بالطريق وبيوقف حوالية او جنبها هيكي مشان ما تنتبه له وتفكروا دميه بالبداية فكرت انه الريت ريسنج ممكن مسبب مشكلي بالانلاين فطفيتوا بس لازالت المشكلي موجودي بتوزيع كارثة للالوان والاضاءة وتصميم سيء وغير مناسب ابدا للسكنات تانيا نظام الماتش ميكينج ياخي انا ما بعرف شو وضع اللعب هاي باختصار يعني ما بدي اياك تستمتع فيها فكل ما تحسنت اكتر كل ما وقعت بماتش ميكينج مع ناس لكمانهم بشر ولا مرة حسيتهم عم يحطوني مع ناس بنفس مستوية كل مرة بوقع مع ناس لعيبة كتير حتى اني بتطركون مركز بنسبة مليون بالمية بكل ماتش بس مشان هيكي يا رب يعني اقدر اقتلي كم واحد غريبين call of duty بصراحة انا بعرف الناس بتكتسب خبرة مع مرور الوقت ما بتخسرها كل ما تشاتي اللي استمتعت فيها هي اللي كنت عم بلعبها بتركيز كامل بدون ما افقده ولو لوهلي وحدي وبما اني خلال كل هالأشهر السابقة كنت عم بلعب cold war للمتعة فقط فمشان هيك بعمري ما لقيت المتعة اللي عم ببحث عنها لاني لازم كون مركز بنسبة كاملة انا ما عندي مشكلة ابدا مع الالعاب اللي بده تركيز وبالعكس شي حلو بكتير العاب بس لعبي بنفس سرعة cold war بده اياك تكون مركز طول الماتش قد تشكل احيانا ازعاج مش طبيعي وهون بتجينا نقطتنا الثالتي رتم اللعب اذا ما خانتني الزاكرة هذا اسرع جزء من black ops من ناحية رتم اللعب و time to kill اسرع حتى من black ops 3 اللي كان فيه طيران ومشي على الحيطان ما بعرف لو الشي هذا سلبي فعلا ولا لاني انزعجت من السلبيتين اللي قبل فصرت لاحظ سلبيات اكتر ما بعرف بس اللي متأكد منه انه لو كان رتم اللعب اهدا لكنا بخير ايضا لاحظت انه الاطوار ما عادت بنفس المتعة وصار اكتر شيء العبه هو الdeath match العادي او النوكتاون 24-7 اللي ممتن جدا لو وجوده بصراحة سؤالي بيخطر على بال المتابعين الان هل هذا معناه انه الاونلاين سيء؟ طبعا لا وجود نوكتاون لحاله كان شفيع لللعب هاي امانة خريطة اسطورية من يوم يومه يا جماعة بعمره ما خزلتني ولطالما قدمت لي متعة اللعب المرجوي منها فيه طور جديد بعتقد اسمه stockpile هذا صاير مثل الكيل كنفيرمد بس بدل ما تروح تكونفيرم الاتلي بانك تاخد الميدالية بدك تحمل الميدالية هاي وتروح تعملها deposit للمنطقة المعينة اذا قتلت قبل ما تروح لهنيك رح توقع منك كل الاشياء اللي انت شايلة وبيقدر الخصم ياخدن منك ممتع كتير هالطور بصراحة وكان تالت اكتر شي استمتعت فيه بعد النوكتاون والديثماتش العادي الـ Gun Game لازال محافظ على نفس احساسه تماما وما بعرف ليش ما بدهم يتطوروا هالترايارك يا اخي صحيح انه هو ليس الطور المفضل عند الناس بس هادا مش معناه ان كنت وقفوا الابتكار فيه بالمرة يعني باختصار الـ Gun Game متعة منقطعة النظير بأول كم ماتش بتلعبه بس مع مرور الوقت وتكرار ترتيب الاسلحة بصير ممل جدا ومكرر ومحفوظ خلاص احفظنا ترتيب الاسلحة وانقتل احساس العشوائي اللي كنت تحسه بأول كم ماتش اكيد ما رح احكي عن كل الاطوار طبعا وما رح مر على الـ Combined Arms لاني خلاص حكيت عنها بالالفا وما بعتقد التجربة كتير اختلفت بس بشكل عام يعني Cold War ليست افضل اونلاين بالسلسلة بالنسبة اليه بل بصراحة باعتبره الاقل بين كل الاجزاء الاربعة السابقة نوع من انواع الانلاين اللي ما بحس اني رح ارجع له كتير ويؤسفني اني احكي هيك كلام على Black Ops واللي بيؤسفني اكتر هو رؤية قديش اكتف فيجن صار ينظروا لللاعبين على انن مجرد آلات لدفع المصاري مش طبيعة يا جماعة قديش هاللعبة جشعة بدن ينهبوك نهبو وياخدو كل ما يستطيعو منك حاطين لك باكات باسعار مميزة بتبدأ من دولارين وبتنتهي بـ 100 دولار لو كنت موظف على قد حالك او البابا مدلعك كتير شو ما كانت ميزانيتك Cold War رح ترضيك معقول يا جماعة معقول وصلنا لهالمرحلة بالجشعة القذر هادا ما بيكفي انتو من اوائل الالعاب اللي عم تمباع بـ 70 دولار يخرب بيتكن اعطوني شغل يتحسسني بقيمته شوي لأ عاطينك Battle Pass بمصاري وباكات بتشتريه من الستور وليغ ستور ما بعرف شو ضع امه هادا هدا غير المهزلي اللي سبق وحكيت عنه بفيديو سابق لما اعلنوا انو اللعبي ما رح يكون فيها اضافات مدفوعة وكل خرائط الزومبي رح تكون مجانية للكل متوقعين الفانس فرحوا؟ بالعاكس زعله وحطوا ايدا عراسهم قالوا يا لطيف طالما ما دفعونا هون فرح يدفعونا اضعاف مضاعفي بأماكن اخرى وفعلا كانوا سادقين ما بيكفي حجم اللعبة الضخم؟ أكلت لي ربع الزاكرة لحالة هي وحجمها الغير منطقة وتحديساتها اللي ما بتتبرر وفوقها بتكون تاكلوا مصارية كمان؟ لا اخي انا بقترح ان اطلع من البيت وخليلكون يا شو رأيكم؟ يعني تاخدوا الجهاز وتاخدوا محفظتي وتاخدوا الغرفي كمان فرد مرة بركي بتستخدموها لحتى تخزنوا المصاري بما اكون عم تاخدوا كتير مصاري وحرام يعني ما عندكن اماكن تكفي لحتى تخزنوا وما هيك هدا اكتر شي بكرهوا بعالم الالعاب لما الشركة بتنظر لك على انك مجرد اداة لدفع المصاري ولما بتشوف انو هالشي عم يصير اكتر مع call of duty بتحس بالاسف انو سلسلة عريقة متلى وصلت لهون وفان بيس ضخم متل هادا عم يستغفل ويستغل بهالشكل اما بالنسبة للزومبيز فلطالما كانت وسيلتي المفضلي للمزيد من الاستمتاع بجيم بلاي call of duty لكن باسلوب مختلف عن الانلاين وطريقة فيها objectives اكتر وبما اني تعاملت مع الزومبي بكولد وور بنفس الطريقة فما فيني اعطيكم حكم كبير هون استمتعت بتجربة الخرائط حبيت اول محاولاتي مع كل وحدة فيهم وتنفيذ الobjectives المصممي باسلوب جدا متقن لاحظت انو الجزء هادا ايضا اسهل من كل الاجزاء السابقة وممكن مشان هيك استمتعت العب فيه solo اكتر في خريطة اركادية هيك باسلوب قديم شوي بصراحة كتير استمتعت وانا عم مجربها وinteresting take مثل ما بيقولو على اسلوب اللعب القديم ممزوج مع الزومبي الحديث بس مشكلت ببساطة اني ابدا غير مهتم بقصص الزومبي وما عندي نفس طويل باني اععد اوصل للراوند مية مثلا او حل كل الالغاز والشغلات هاي فلذلك ما بلاقي متعة بالعودة من جديد واللعب بعد اكتر من خمس محاولات بالخريطة الوحدة مثلا ويا ريت تلاحظوا اني هون ما انا عم حطها كسلبية بل كمعلومة عامة عني انا لاني بعرف انو الزومبي اكبر بكتير من مجرد طور جانبي متابع بشار كيال كتير وبعرف قديش بيطبل للزومبي فمية بالمية الزومبي طور محترم يعني بشكل عام وخلاصة الكلام كولد وور ليست افضل جزء من بلاك اوبس لكن ايضا ليست سيئة بل وبصراحة ما بعتقد انو كلمة سيئة ممكن تنطبق على اي لعبة بلاك اوبس قادمة المسألة ببساطة اني بلشت اتشبع من كول اف دوتي والتشبع هذا ازداد بعد ما شفت كيف عم تستغلني اللعبة تجاريا بكل جزء جديد الى بعصر العاب الاونلاين المبتكرة والمميزة اللي عم تحاول تشتريني بمحتواها العظيم وليست خليني اشتري محتواها صار صعب على كول اف دوتي على الاقل بالنسبة الي انه تملي عيني من بعد الالعاب هاي وصعب باسلوبنا التقليدي هادا انه يظلوا مستمرين ويقارعوا الالعاب الكبيرة لكن للأسف لطالما هالسلسلة عم تستمر بالمبيعات واللاعبين عم يستمروا بدعمها مستحيل نوصل لنقطة التغيير اللي بدنا اياها بل وبعتقد اننا رح نضل اكلينه بسكوتنا وعم ندفع مثل الاغبياء بكل جزء جديد لحد ما ربك هيك يسر له شي شركي تدق اندق بشي لعبي منافسي لانه على ما يبدو حتى بات الفيلد اتخازله شاركوني انتو رأيكن بكول اف دوتي بلاك اوبس كولد وور وتحديدا بالقصة والاونلاين بعتقد كتير منكن لعبة وهلبت تتفقوا معي بالاشياء اللي ذكرتها ولا لا حطولي لايك على الفيديو هذا اذا عجبكن اشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين شاركوا الفيديو هذا مع اصدقائكم مشان ما تلازمنا متلازمتوا الطلب المسبق بعتزر كتير على التأخير يا جماعة بس بعتقد اذا شفتوا الفيديو بتعرفوا ليش انا فعلا تأخرت فيعني التأخير خارج عن ارادتي وكان بسبب مشكلي واجهتها باللعب نفسها شكرا كبير لكم على المتابعة وشكرا كبير لكم على صبركن ايضا نشوفكن ان شاء الله في قادم الايام